عليكم بدايةً وكما كنتم تشاهدون سالماً معافاً عاد اليوم رئيس الجمهورية القيد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية سيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج بألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا واستكمال فترة النقاها حسب ما أوصى به الفريق الطبي وكان في استقبال رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيس مجلس الأمة بن يابة صلاح بوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس المجلس الدستوري كامل فنيش والوزير الأول عبد العزيز جراد والفريق السعيد شنغريحة رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي ومدير ديواني رئاسة الجمهورية نوردين بغداد دايج الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله البعض عن الوطن صعيب صعيب ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسؤولية أصعب فأصعب الحمد لله كانت العودة ميمونة وما تبقى إلا القليل قليل جدا إن شاء الله أتمنى لكل شعب الجزائري برمته كل خير إن شاء الله وسانة جديدة تكون ملؤها السعادة قضاء الحاجة إن شاء الله بالنسبة للناس المحتجين والمعوزين إن شاء الله الشيطة هذا ما يجيه مش صعيب بزاف أنا كل حال مهما كان الحال الدولة راها في مساعدتهم صباحا مساء وعلى رأسيها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير وكل مؤسسات على الدولة أتمنى إن شاء الله سنة 2021 تكون أحسن بكثير 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 بسنة 2020 وفي الأخير كذلك الحمد لله والشكر لله ترجمة نانسي قنقر